السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية معكم استر احمد علي معلم لغة انجليزية النهاردة يا شباب معدنا مع تكات وحركات في قواعد اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية بخصوص طبعا حبيبنا الناس اللي لسه ما امتحنتش والناس اللي امتحنت ربنا وفقكو يا رب وكل واحد ينقول اللي يتمناه طب يا مستر التكات والحركات دي من انهي ملزمة التكات والحركات دي يا شباب كانت من ملزمة الاستاذة رشا ربنا سبحانه وتعالى يجعله في مزاد حسناتها ورحم الله ولديها ورحم جميع المسلمين والمسلمات مع بعض يا شباب كده نخش على التكات والحركات بتاعة الملزمة الحقيقة اسئلة مهمة جدا وعلى القناة هتلاقي بقى فيديوهات منحل فيها امتحانات استناد للمحافظات اللي خلصت هتلاقوها على القناة واصف الفيديو سايب لك برضو مجموعة التليجرام ان شاء الله تستفيدوا منها لنتكلم فيها عن المدارس اللي بعد تلتعددي خش على الاسئلة الجميلة وافهمها معايا هات كوباية الشاي استندوتش وركز معايا باشا اول سؤال صاحبي علي يعني متعاون طبعا بوس اف ايه ناس كتيرة اول ما تلاقي كلمة عارفة ان بوس اف بيجي بعد منها ضمير مفعول هتروح كتب على طول وطبعا الاجابة دي غلط ازاي يا مستر مش بيجي ضمير مفعول اجا اقول لك خلي بالك بص مين الفاعل بالزبط انا بقول لك صاحبي علي متعاون جدا حلو كده يبقى بوس اف ايه بوس اوف اص تمام كده لاني بتكلم على نفسي وعلى علي تمام كده يبقى بوس اوف اص خلي بالك لو بصت كده على الجملة اللي قدام حضرتك هتلاقي واخد از ازان هي مفرد والكلام ده مفوش مشكلة كفاعل بيبقى مفرد ولكن يا شباب من الكلمات اللي انت لو عبرت عنها بضمير هتاخد ضمير جمع يبقى الاجابة هتبقى ايه هتبقى تمام كده طبعا مش هتيجي في الاختيارات لان الاختيارات هتبقى خاصة بالكلمات والكوريكت خاصة بالقواعد تمام كده يبقى المفترض سيادتك هتقول ايه لانها عيدة على افر وان ولما عبر عن افر وان بضمير يبقى ضمير جمع تمام كده نومبر ثري طبعا يا شباب هي كتبة في الملزمة وي بحيث ان السيادتك تبقى عارف الاجابة دي احنا اخترناها ليه واحنا هلطول بنجاوب بفضل الله بس ركز معي عايز اقول انا اعرف كل حاجة عن مشاكلها الصحية طبعا كلمة صحي هتبقى يعني مشاكل صحية ودي طبعا ممكن ديجي لك في سؤال الاختيارات هتختار ايه هتختار تمام كده يا شباب يبقى خلي بالك من النقطتين دول والحقيقة هي ما كانتش كتبة الكلماتين دول في الملزمة انا اللي كتبتهم بحيث برضو سيادتك تاخد بالك منهم نمبر فور ويل فوتبول هي فيل داود ويل قلنا ويل من الكلمات اللي بيجي بعد منها ماضي مستمر بس هنا مفيش فاعل يبقى بيجي بعد منها اي اني جي على طول يبقى المفترض الاجابة بدل بلي هتبقى بلايينج نمبر فايف طبعا حد يبص كده يقول يا مستر المفترض اصلا تبقى طبعا هنا راجل كتب لك في الامتحان وهي بتيجي قبل الافعال الاساسية ازا احط فعل اساسي يحافظ لي على المعنى يبقى ممكن اقول الكطار بيصل في موعده تمام كده او ممكن اقول يغادر في موعده مفيش مشكلة خالص نمبر سيكس يا مستر احي سهلة جدا انا عارفها ممكن يا مستر اقول نون اجا اقول لك غلط عارف ليه غلط ازاي يا مستر غلط ده مدين الكلمة نو ولا ما يكون عندي اوف يبقى اقول نون اوف اقول لك خلي بالك الفعل اللي قدام حضرتك ده مفرد ولا جمع بيجي بعد منها فعل اكيد يبقى جمع تمام مفوش اس اهو كمان يبقى جو ده فعل جمع واللي بيجي معها فعل الجمع هي كلمة ايه كلمة بوس تمام كده كلمة بوس يبقى بوس تمام كده امن امتى يا مستر اخد نون اخد نون يا شباب لو كان الفعل اللي قدام حضرتك دوت مفرد يعني مسلا جوز كنت ساعتها اخد ايه اخد كلمة نون نمبر سيفن سوها هاز بيتو لقصر شي از ستيل ذير عايز اقول ان سوها روحت لقصر وما زالت هناك طرح ما ما زالت هناك يبقى على طول هستخدم ايه هستخدم كلمة جن يبقى هاز جن بمعنى روحت ولسه مجتشي نمبر ايت the two players اللاعبين او اللاعبان are amazing مدهشين جدا ولا واحد منهم بيلعب بطريقة سيئة طرح ما نيذر يبقى على طول الفعل مفرد يبقى الجملة دي او الكلمة دي احط لها ايه احط الهائس number nine where did the homework yesterday طبعا اين بيجي بعد منها فعل مساعد وبعد كده فعل وفعل اساسي طبعا ما فيش التركيبة دي يبقى ادات الاستفهام المناسبة هتبقى who who did the homework yesterday من عمل الواجب بتاعه امبارح وش على السؤال اللي بعده number ten you have to revise well for the exam يجب ان انت تراجع كويس للاختبار it's a يعني دي حاجة ضرورية جدا يبقى it's a must must يعني ايه يعني ضرورة انت عارف ان كلمة must ديت لها معناين must بمعنى يجب an ولما يجي قبل منها ايه يبقى معناها ضرورة تمام يا شباب خش على اللي بعده this is intention this is intention يعني دي نية طبعا لو ما هي نية يبقى بيستخدم ايه بيستخدم قاعدة going to وبما اني يا شباب هنا عندي i الاي بتاخد am يبقى i am going to i'm going to buy تمام كده جمل برضو افكار جميلة جدا number twelve i look forward to do انا اتطلع الى i look forward to i look forward to انا اتطلع الى طبعا بييجي بعد منها verb في اي اني جي يبقى على طول الاجابة winning a prize number thirteen have you finished your homework انت خلص الواجب بتاعك طبعا مفترض هنا الجملة خلصت تمام كده يا شباب how fast يعني ايه يعني انت سريع جدا يبقى انا كده عرفت ان انت خلصت اذا ما ينفعش في الجملة دي بتيجي yet اما لا تيجي ايه تيجي already لان دي حاجة تأكيدية ليس سؤال استفامي حط له yet ولكنها جملة تأكيدية خش على السؤال اربعتاشر مونة از ذا اف تو سيسترز اف تو سيسترز مهد ذا بيجي بعد منها مستر اي اس تي للصفة القصيرة وهنا في اي اس تي بس خلي بالك يا حبيبي اول حاجة بقول لك هنا مونة بتكون الاطول في الاختين يبقى هنا دي مكرنة عشان دول الاختين يبقى على طول احط كلمة ايه older ودي طبعا جملة هامة جدا 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 يا شباب لازم تاخد بالك منها تمام كده الجملة دي مونة is the older of two sisters يبقى على طول يا شباب دي مكرنة اقول ايه اقول older تمام كده السؤال الخمسطاشر خلي بالك هنا بقى لعبة مهمة جدا دي يا شباب معناها منذ وبتيجي مع المضارع التام تمام كده وبتيجي برضو بمعنى لانا يبقى لازم اخد ايه اخد بالي يعني في الجملة دي هي معناها لانا وبتساوي كلمة ايه بتساوي كلمة because وجات معناها لانا على فكرة في يونت وان في المنهج طب تعالوا نبص كده ده دور بالمقدرتش اسمع الصوب بتاع الباب لان ايه بقى ايه لان كنت بقى اخد شاور يبقى هنا ماضي مستمر على طول هقول ايه اقول يبقى انت خلي بالك لان دي مرضو جملة في غاية الاهمية معروفة انه بتيجي مع المضارع التام ولكن لها معنى تاني اهو كلمة because مالوش دعو بالمضارع التام خالص فخلي بالك من الجملة دي خلي بالك لو الجملة وقفت لحد هنا يبقى فور صح ولكن طالما سيتك لقيت كلمة اجو يبقى منذ تمان سنين على طول هتحط كلمة ايه كلمة تمام كده يبقى وجود اجو طلب معايا كلمة في زمن المضارع التام يعني ايه مديك تاريخ واحنا قلنا التاريخ يا شباب بيجي معها على طول ايه بيجي معها السؤال التمنتاشر يا ميستر ما هي الجملة صح يا دينا وعندي من الكلمات الدل على زمن المضارع البسيط والفعل هنا يا ميستر فيه اسا ويه المشكلة ولا خلي بالك اولا كلمة 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 تفيد التكرار تمام كده اني بعمل حاجة دي دائما صح كده يبقى دي اسمع ظرف من ظروف التكرار بيتيجي مع المضارع تيجي مع الماضي مفيش مشكلة سيادتك لما تبص للجملة هتلاقي كلمة واز يبقى الجملة اللي قدام حضرتك دي مضارع ولا ماضي ايه ميستر هنا يا ربياد دي ماضي بسيط يا ميستر ازا الجملة الاجابة بتاعتها هتبقى بليد وكويس ان الجملة هنا فيها اس اني لو ما فياش اس ناس كتيرة هتروح وتكتب كلمة بليز وده غلط ليه لان الكلام في الماضي لو الكلام يا شباب كان في المضارع البسيط كنت على طول هقول بليز ولكن هنا الكلام في الماضي هقول كلمة بليد ساعت عشر خلي بالك هنا دي اسمها ايه دي اسمها صيغ التفضيل اول ما تلاقي صيغ التفضيل بيجي معها ايه بيجي معها افر عشرين طبعا انت عندك هنا كلمة اند كأنها عاطفة بالضبط يعني البنت دي بتصير اجمل واجمل ايه بقى برضو هقول ايه هقول بريتير واحد وعشرين اه يعني منطقة ممنوع فيها التدخين يبقى على طول يو ايه طبعا ممكن ناس كتيرة تكتب ايه تكتب اجل اجعل لك لأ دي منطقة ممنوع فيها التدخين يبقى you mustn't changed او هتعمل كده 22 وعشرين. عالي? اهلا ما شبتش عالي طبعا ايجز دي بيجي معها ايه? بيجي معها دي ما فياش مشكلة. لان بيجي بعد منها المدة وليس بداية المدة. تلاتة وعشرين. يعني ايه الكلمة دي يا مستر? يعني انا افضل شرب ذلك العصير. بيجي معها تو زائد الايه? تو زائد المصدر. يبقى تو دورينج. اربعة وعشرين. طبعا عايز اقول اثناء الاجازة بتاعتي. اثناء يعني ايه? اثناء يعني دورينج. تمام كده يا شباب? بمعنى اثناء الاجازة بتاعتي استمتعت كتير. خمسة وعشرين. كان معتاد ان هو يلعب تنس. بطناه ولكن دلوقتي دلوقتي ما بيلعبش. يبقى هي ايه? هي دازنت. تمام? ستة وعشرين. او بيلعب كويس زي ايه? زي اخوه. طالما هنا بلاي? يبقى محتاج هنا معها ايه? محتاج يا شباب حال. وانت اخدت بالك ان قبل كده كلمة بست اصلها ايه? اصلها كصفة اصلها جود. تمام? طبعا عايز اجيب الحال من كلمة جود. يبقى اقول ايه? هقول. يبقى هو بيلعب كويس زي ايه? زي اخوه. تمام كده? تمام يا مستر. سبعة وعشرين. يعني ايه? انا عايز اقول انا ذهبت الى التسوق سهلا يا مستر. احط على طول. اقول لك يا راجل يا طيب. يا راجل يا طيب الكلام ده ما ينفعش. عندك هنا مشكلتين في الجملة الصغيرة دي. اول حاجة كلمة انت بتقول بيجي معها ده كلام مظبوط. بس هنا ولا هتفرق يا مستر? ايه يا خف هتفرق يا جميع. بيجي معها اللي هي كلمة يعني في الجملة دي لازم تستخدم لو ما لقيتش ذا بقى لو ما فيش عندي ذا اقول فعلا واخليها بقى في الماضي تبقى ولكن في الجملة دي هتبقى ليه هتبقى ديد يا مستر? لان عندنا ذا اصلا بيجي معها دو. ودو طبعا تتحول الى الماضي هتبقى ايه? هتبقى ديد. وديد هي الايه? الصح. تمام كده? يعني شوية اسئلة فيهم افكار برضو. يعني كويسين ممكن نراكز فيهم بفيدونا جدا. سارة از يوز تو كوميك بوكس. عايز اقول سارة معتادة ان هي تقرأ الكتب كوميدية. قال لك هنا طالما عندي فاعل عاقل وعندي فير بيتو بي مع قاعدة يوز دي تو يبقى الفعل هتقول له حط له ايه? هتقول له ايه انجي. تسعة طب انا هنا عندي ذا بيجي بعد منها ايه? بيجي بعد منها اسم. طبعا ايه بول دي? دي صفة. بمعنى قادر. طب انا عايز الاسم منها هتبقى ايه? هتبقى. يعني ايه? يعني المقدرة. يبقى انا ما عنديش المقدرة ان انا اجري بسرعة. خش على اللي بعده يا جميل. منزمة جميلة فيها تكات وحركات وحيات كده لذيذة يا شباب. خش على السؤال اللي بعده. عايز اقول انا اخبرته ان هو ايه? ان هو لازم او كان لازم يجي بعد ريه. طب يا مستر طب ما هي بتاخد هاز? اهو قل لك ما هي بتاخد هاز تو? بفيش مشكلة ما اختلفناش. بس كلمة تدل على ايه? اه يا مستر تدل على الماضي. صح كده? يبقى الاجابة بتاعت هتبقى ايه? هتبقى هاتو. ممتزين. واحد وتلاتين. عايز اقول احنا عندنا حفلة الاسبوع اللي جاي. انا عايزك تيجي. يبقى خلي بالك طالما عندنا حفلة. يبقى دي ترتيبات على طول باستخدم لها زمن المضارع المستمر. تمام كده? ليه? لوجود ترتيبات لان دي ايه? دي حفلة. وقال لك انا عايزك تيجي يبقى انا مرتب او احنا مرتبين ان في حفلة. اتنين وتلاتين. عايز اقول الدنيا ما اضطرت. لذلك الشوارع ما زالت مبلولة. يبقى على طول مضارع تام هروح ايه? هقول هاز ريند. امتزين يا شباب. هاز ريند. تمام. تلاتة وتلاتين. دي يعني ينهار. يعني هو على وشك الانهيار. يبقى انا بقول ايه? بقول ان ده كبري. يبقى محدش يعد عليه يا جماعة لانه على وشك الانهيار. طب يا مستر طب هو يعني محدش يعد عليه. محدش يعبر من على هذا الكبري. انا اقول لك خلي بالك تفيد النفية. صح كده? ايزا الفعل بتاعي يبقى مثبت عادي خالص. والجملة هنا يعني محدش يجب ان هو يعبره. يعني محدش يعبره. تمام كده? يبقى ان هو باضي. ماست كروس ايه? كروس ات. طيب خش على البعض اربعة وتلاتين. سالي هافا هيديك سنس يستردي. سالي عندها اصدع من مبارح. سنسي طبعا تدل على الزمن المضارع التام. خصوصا نجي بعد منها بداية الحدث. يبقى مضارع تام عبارة عن ايه? هاز. وتصريف تالت للفعل يبقى هاز هاد. خمسة وتلاتين. اول ملاقي ما يا شباب اول ملاقي ضمير. يبقى على طول في التفضيل ما بحطش بقى الزا. يبقى على طول ايه? الاجابة هتبقى بست. يبقى انا هنا يا شباب ما بحطش ذا لو كان عندي ايه ضمير. ما ينفعش اقول ما يزا بست انجليش تيتشر. ما ينفعش اقول الكلام ده. اقول على طول تمام يا شباب. برضو ملاحظة جميلة ولزيزة. ستة وتلاتين. عايز اقول ايه? انا قلصت الرسم. الجملة دي مضارعة تام ولا ماضي بسيط? اصلا حد ممكن يقول لي يا مستر ما نكتب اجو اقول لك خلي بالك الجملة هنا ماضي ايه? ماضي بسيط. يبقى ممكن احط مسلا كلمة تدل على الماضي البسيط زي كلمة ايه? زي كلمة تمام? طيب لو الجملة بقى مكتوبة ايه بس سامحوني بس عشان باكتب بسرعة هنا بقى يا شباب هنعمل ايه? الجملة دي مضارع تام. ايه بقى ساعتها اروح ايحطت كلمة ايه? ساعت احط كلمة تمام كده? طالما الجملة مضارع تام. لكن الجملة اللي قدامي ماضي ايه? ماضي بسيط. تمام كده? سبعة وتلاتين. بلان يعني خطة. طالما يا شباب خطة او دليل او نية يبقى استخدم قاعدة يبقى هنا طبعا نقول ايه? going to buy. تمام كده يا شباب جملة سهلة وجميلة. تمانية وتلاتين. صارة هاز. عايز اقول ان صارة نظافت المنزل. بيجي بعد منها طبعا بداية الحدث بدل كلمة بس تخدم كلمة ايه? تمام كده? تمام? اشارة الوقت معين. تسعة وتلاتين. عايز اقول لك اول ما تلاقي كلمة اجوي يبقى الكلام في الماضي يبقى يعني من امتى اشتريت الخبز ده? يعني ريحته هش كويسة. الجملة اللي بعديها علي عايز اقول لان علي عمرة بيتكلم فرنساوي جملة مضارع بسيط عادية خالص يبقى اول ايه? اقول يا مستر مش كلمة تدل على زمن المضارع التام عادي برو تيجي مع المضارع البسيط مفيش مشكلة خالص واحد واربعين انا بذهب للمدرسة كل يوم. طبعا يا صح يا مستر اهي. خلي بقى لك ان كلمة اللي قدام حضرتك دي دي عبارة عن صفة. احنا عايزينها طبعا زرف يبقى تكتب وبعد منها مسافة وبعد كده اقول كلمة اتنين واربعين. عايز اردن يا كانت ساعة لما احنا وصلنا الى مطار القاهرة. طبعا مطار القاهرة يا شباب مكان صغير مكان اللي صور يبقى بيجي معاه على طول. تلاتة واربعين. عايز اقول اثناء العشة وقت العشة انا اشاهد الموفي يبقى اثناء يعني ايه لسا اقلنا من شوية اللي هي تبقى تمام كده يا شباب والشعر اللي بعض اربعة واربعين داليا قبل ما داليا هتتصل بنا طبعا بفور هنا بيجي معاها مضارع بسيط يبقى الاجابة طبعا كده يا شباب لان الجملة هنا مستقبل يبقى هنا مضارع بسيط وطبعا الجملة دي افكارها جميلة ايه بتنشط المعلومات بتاعتنا بتخلينا الراجع على اجزاء من المنهج مهمة جدا خمسة واربعين عايز اقول ايه لمعلومات اكتر ممكن سيادتك تتصل بالمدير طبعا لمعلومات اكتر طبعا دي كلمة ابعد انا عايز اقول اكتر يبقى هي هي نفس الكلمة بس بدل ايه حطي تبقى تمام كده يا شباب خلي بالك من الحاجات الصغيرة دي ستة واربعين انجليزي صعب ولكن العلوم اكتر هنقول عليه ايه هنقول عليه اصعب يبقى سبعة واربعين تقولنا ايفر يا جماعة مع المدارع التام تدل على صفة التفضيل تمام كده يبقى ذا المفترض هنا هتبقى تمام كده يا شباب ليه خليتها تفضيل عشان عندي ايفر مع المدارع التام تمانية واربعين انا كنت باستمع الموسيقى وايل بينما داد ابوك كان يقرأ الكتاب هنا وايل يا شباب وانا بيجي بعد منها ماضي مستمر يبقى على طول الرحيل ايه دي ما فيهاش مشكلة خالص قاعدة مباشرة تسعة واربعين بيعيش في منزل جنب البحر يبقى يعني كده حاجة جميلة حاجة شيقة عايش جنب البحر يبقى تمام خمسين طبعا هنا يا شباب لو سيتخدت بالك من الصفة اللي قدامك او الجملة اللي قدامك هتلاقيها مقارنة صفة طويلة يبيجي قبل منها هنحط هنا لان طبعا القاهرة اكثر ازدحاما من لقصر حد قولي يا مستر كلمة دي لازمتها ايه ابن دي تفيد المبلغة بس في الصفة تمام يعني هي القاهرة بتبقى يعني ايه اكثر ازدحاما بكثير من لقصر تمام كده واحد وخمسين اه خلي بالك هنا از دي مش اللي بيجي قبل منها از الصفة ليه لان انت هنا عندك اصلا ذا وازا بيجي معها صفة فيها يبقى الاجابة ايه يبقى الاجابة يبقى المنزل او هناك ده الاعلى مثل منزلنا تمام كده يا شباب لبعده يا شباب اتنين وخمسين طبعا هنا ماضي مستمر يبقى على طول هستخدم كلمة ايه كلمة تمام كده تلاتة وخمسين عايز اقول لي ايه ان كل واحد بيكون نايم بالليل يبقى لزي ما اتفقنا كلمة بيجي بعد منها فاعل عادي مفرد ما فيش مشكلة ولكن لو عبرت عنها بضمير الضمير هو اللي بيبقى جمع اربعة وخمسين يا شباب انجلش انجلش ده طبعا لغة يبقى على طول بيجي مع حرف تمام كده خمسة وخمسين وكان التواصل مع الناس الصم بلغة الاشارة يبقى نتواصل معه يبقى بيجي معها ممتازين يا شباب نجي للسؤال بقى ستة وخمسين يا شباب خلي بقى لك بقى ان كلمة الفعل بيجي مع الفعل في المصدر طب يا مستر ما احنا عندنا تدل على الماضي انت عندك كلمة ماضي خلاص كده كلمة ماضي بيجي معها الفعل في المصدر هي ماضي ماليش دعا بيها خلاص الفعل بعدها لازم يكون في المصدر سبعة وخمسين برضو نفس الفكرة بس بيجي معها زائد المصدر يبقى الاجابة تمانية وخمسين طبعا بيجي بعد منها اللي انا بتتكلم بيوجهها عام تمان كده ما سمحت ليش بالزهاب الى السينما تسعة وخمسين عندي موعد يبقى على طول طرح ما عندي معاد بدي حاجة مترتب لها يبقى طبعا انا عندي عربية دلوقتي خلي بالك ان الفعل هنا هيفضل زي ما هو لانها تدل على الامتلاك وليس حاجة انا بعملها في الوقت الحالي ده امتلاك فالفعل يفضل زي ما هو انت طبعا سيدك في الامتحان لازم بيجي كلمة بقى فيها خطأ معين انت بنحله ولكن زي ما اتفقنا احنا بنحل مع بعض تريكات لازم تكون ناخد بالك منها هنقف لحد هنا يا شباب يعتبر كده ستين سؤال من مية وعشرين يعني ان اصلنا جزئتين ان شاء الله ونخلص هذه المذكرة لو لقيت لايقات كتير وتعليقات كتير اننا نكمل ان شاء الله المذكرة دية ان شاء الله مش هتأخر عن حضراتكم وننسوش الاشتراك في القناة ورابط التليجرام اسفل الفيديو بتاع النهاردة ممكن حضرتك بردو تتشترك فيه هلتستفيد ان شاء الله سواء فيه ملخصات اللي بنزلها او المدارس اللي بنتكلم عنها بعد تلت عدد ربنا وفاقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمنى كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة